السلام عليكم في السعودية في مكة باربع تلاف دولار الكلام ده واقع ها يقول عاش الشعر ده في سعادة بالغة اما جي يدخل ناحية البيت ويلقي المجاري مغرق الشارع وحطين طوب وينط عليه يقول انط على الطوب وانا مبتسم قول كلها شعر وسافة وسافر وسافر وتبقى الدنيا كلها نظافة وبقى لاكة العربية يدخل الشقة مولد وهيصى يقول لا نفسي مبتسم ومنشرح جدا كلها شعر وهاخد شقة عشت يعني اسعد شهر في حياتي اللي هو شهر الاحلام ده هيا ده لنا بقولوا انك انت لو حسيت فما ذلك ذا لو حسنوا راح الجنة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قررة اعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون العمر كله هو الشهر ده يعني لما لايه حد بيضايقني ويعكرني كلها كم يوم يا رب برزخني حسن القاتمة والسامعين والمشاهدين لو انسان حسنه كلها كم يوم ونروح الجنة اللي جعانها يشبع واللي تعبانها ارتاح واللي مريضها يشفى واللي اا واللي اا واللي اا حد ازاه هياخد حقه تفيض عليك احساسك ان فيه اخرى تجعل الانسان نوع من انواع السلام الداخلي يبقى الانسان جواه كده رضا مش ملوش حدود ملوش حدود عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعميق اليقين بالاخر شو مالك يا امورة شو اللي مزع الحلاكة قولي لي سرحاني بشو عليك منو معاك